قبل الأخبار إن شاء الله بخير الأمور والشعور والطفى النور واضح الصوت بسم الله نبدأ سأل الله الرحمة والقبول للشهداء الشعب السوداني في كل الحقب والأزمان ناثل ماتت دفاعنا عن حقها والناس الماتت مظلومة نسأل الله حق لهم العدالة في الدنيا والآخرة يا رب العالمين سأل الله أن يحفظ الشعب السوداني من الوباء والغلاء والعمل والخوان الكل يوم يتكشفوا قدامنا الحمد لله على نعمة البصيرة الحمد لله كيف الأخبار؟ إن شاء الله طيبين يعني إحنا أمس تكلمنا عن الأستاذ وجدي صالح ودارين نبدأ بيوباز عشان نمشي سريع فشايفين الحاصل وتصريحات الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة وكده يعني بس أنا مقصر مع وجدي يعني عنده مناسبة اجتماعية يعني ما شعرنا فيها يعني هو كتب في صفحة إنه يعني ممكن أخر بوسي كاتبه هذا غريبا أعتبر اللوم قال أغادر اليوم بإذن الله تعالى الوطن لإجراء عملية جراحية لزوجتي ونسأل الله أن يمن عليها بالشفاء الكامل ويعيدنا سالمين وأن يحفظ بلادنا من كل شر دعواتكم نسأل الله أنه يواليها بالصحة والعافية ونسأل الله أنه يحفظ إن شاء الله وترجع إن شاء الله طيبة إلى أولاد وأهلها وأنا كده بحاول التسامة طبعا فوق الخلافات و أشارك أكون جزء من المجتمع ما دائما أكون شايد براي فالبوست فيه تعليقات الناس قالوا له بالسلامة وربنا يكتب السلامة سلمها الله وعادها تصحبكم السلامة كده يعني التعليقات بتاعت يعني وين مجانية الصحة يا وجدي وين مجانية العلاج والكلام ده يعني يا وجدي طبعا بتكون مرة عليك يعني وانت عرفنا أنا طبعا بكون قاعد فوق رأي يا وجدي يعني صراحة يعني فأنا عاسي فبقرأ في التعليقات ربنا سلامة ألف سلامة وكده يعني وفي التعليقات السلبية بتاعت يا وجدي ما كنت قاعدين ليه ما عملتوا مستشفيات وين السبعتاشر مليار يا وجدي قروش الكيزان الكلام ده بتكون سمعته أنا أنا دارس الإلكسوال يا أستاذ وجدي صالح يعني قدامي هنا بيان والبيان ده حيخلينا أزالك سؤال واحد بس يا وجدي واحد بس إنك كان ممكن تعالجة في مستشفيات السودان واحد إنه في ظروف زي دي والمنشورة القبليه وإنت بتترحم على الشهيد الكتلات الشرطة في الشارع وإنت قلت بتقول إنه هو بوصل رسالة للسلطة الإنقلابية إنه إحنا قاعدين وإحنا كتار وبعد اجتماعك حزب البحث والحزب الشيوعي الأسبوع قبل الفات واتفاقهم على قيادة المعارضة في الشارع في ظروف زي دي والناس البلد يعني يعني البلد على كف عفريت يا وجدي وإنتوا بتقولوا إسقاط الإنقلاب يعني تمرك تخلي الناس ليه يا وجدي يعني في ظروف زي دي تمرك تخلي الناس كيف قيادة المعارضة في الشارع وليجان المقاومة وإنت يعني 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 محتاجينك يعني إنت كنت معتغل شهر كامل في 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 معتغلات الحكومة الإنقلابية لا قدر الله زوجتك كان مرضات ولا كده ما كان حتتصرف فراك كانت قعد تديها القروش وترسل معاها أخوها أو البنات أو كده أنت تواصل النضال يا وجدي يعني أمس إتك هاتب لك بوست عن نفسك بتكتف في مذكراتك وإنت حي كاتب لنا سنة 85 مشيت قدمت نفسي لحزب البحث سنة 89 مشيت معارف كنت بقرب الفانوس سنة معارف 94 دخلت جامعة النيلين انتساب وإنتوا عارفين الانتساب بتحكي لنا في قصة بطولية كده وإنت مذكراتك طبعا برضو إنت عارفني قاعد فقرايا أنا حزلك سؤال واحد يا وجدي أنت طلعت من المطار كيف بس اختصار كده يعني لا حخش لك وإنتوا سرقتوا القروش ما سرقتوا القروش ده كل ما عنده معنى أنت السلطة الإنقلابية دي معتبرات معارض تمام مفروض تدعامل معاك معاملة المعارض يعني حسع دي الآن من الناس اللي بيسمعوا دي 90% من الناس دي محظورين من السفر ظهرت موضة جديدة أي زول مش المطار محظور من السفر أنت محظور بغرار من النائب العام أنت محظور من السفر بغرار من النائب العام في جرائم ومواد جنائية ما عنده علاقة بالشغل السياسي إضافة للشغل السياسي بتاع حزب البحث أنت بتقول أنا دار أسقط الانقلاب وإحنا سميناه الانقلاب الإطاري الانقلاب الإطاري داخل فيه الحركات المسلحة اللي كانت معاك في قوى السورة وداخل فيه أحزاب من ضمنها حزب المؤتمر السوداني من ضمنها الحزب الاتحادي الوحدة ومحمد الفكي رئيسك بتاع مجليس السيادة ورئيس المكلف في لجنة إزالة التمكين اللي هو رئيسك أنت اللي هو أنت البلاغات الداخل فيها طرف دي محمد الفكي هو كلها داخل معاك فيها النائب العام الدك رفع الحظر بتاع السفر بتاعك كيف يا وجدي نفهم من الرسالة دي شنو نفهم من الرسالة دي شنو يا وجدي أنه خلاص أنت حزب البحث ردخ للسلطة الإنجلابية أنه أنت ما مشكل تهديد للإنجلاب أنه عملك السور في الشارع ومعارضتك أنت والحزب الشيوعي البرهان ما خايف منها عشان كده قالوا لك سافر ولو ما شاتت مرتت برة أنت عندك يتنام من اللجنة بتاعتي زالت التمكين مطلوبين معاك الليلة ظهروا في الصور صلاح مناح في الإمارات قاعد مع الوفد بتاع الحرية والتغيير ده عنده بلاغ بتاع انتربول يجيبه أنت معاك إيهاب الطيب في مصر وخليه شوف لك شقة غير الشقة التانية اللي قاها بيقل من 2 مليون إيهاب أنا ممتابعك ما حخليك والله ما حخليك تمشي تلاقي إيهاب أنت النايب العام ده رفع حظرك كيف يا وجدي كيف رفع حظرك وانت عليك البلاغات دي يا وجدي أسمع أسمع يا سيد وجدي السودان مصدر بالنيابة العامة يكشف تفاصيل التهم الموجهة للموقفين من لجنة زالة التمكين كويس يوم 10-02-2022 الخرطوم أكد مصدر رفيع ومطلع بالنيابة العامة في الخرطوم للجزيرة النت أن عضاء لجنة زالة التمكين وتفكيك نظام عمر البشير الموقفين بموجب المادة 177-02 الخاصة بخيانة الأمانة التي تصل عقوبتها إلى الإعدام قد يواجهون 95 دعوة جنائية خمسة سنين احنا بنحاكم في رموز النظام السابق في تهمة وحدة المشاركة في انقلاب 89 خمسة سنين واحد من قادة الانقلاب عبد الرحيم محمد حسين سألوا القاضي اللي اسبوع الفات قال له انت شاركت في الانقلاب لحظة الصفر كنت وين؟ قال لانا كنت في البيت انتهى الموضوع علي عثمان محمد طاها سألوا القاضي قال له يا أخي سنة 89 انت شاركت في الانقلاب والتخطيط لإسقاط الشرعية قال له أنا ما خططت معاهم أنا شاركت في السلطة التنفيذية وزير وزير علاقات خارجية ولا وزير علاقات عامة انتهى الموضوع خمسة سنين بحققوا في تهمة واحدة لسه يا دوب انت عندك خمسة وتسعين بلاغ خمسة وتسعين بلاغ جنائي ما فيهم اي سياسة بل مادة 177 خيانة امانة كتبت الحكومة كتب النائب العام كونوا لجنة للتحقيق في لجنة ازالة التمكين طلعت اللجنة مشت بوراكم جابت خمسة وتسعين دعوة جنائية اصغط النائب العام كيف يعني وقد يصل عدد المطلوبين فيها الى 206 متهم منهن بتعلقنا ده المغرر ده حسي دي كان عمل له صور مع واحد من ابهات الشهداء يعني احنا الشهداء قلنا متفقين معهم اباهم ديل ناس عادين ممكن يكونوا قحاتا ممكن يكونوا حمداكا ممكن يكونوا دعاما يعني ما بنحاسب ابو الشهيد بولده عنده سلوكه الخاص كده يعني هسي ده مصور معهم من 206 متهم ما مسكين ولا زول منهم اعضاف اللجنة او مرتبطين بعملها واوضح المصدر ان الموقفين قيدت في مواجهتهم اجراءات لدعوة جنائية تحت المادة 177 اتنين من الغانون الجنائي لسنة 91 المتعلقة بمخالفة الغانين الخاصة بالنغد الأجنبي ديتهم الاولى يا وجدي اتنين ومخالفة الاجراءات المالية والمحاسبية اتنين ومخالفة غانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه وغيرها يعني يليقوا عندك جروش ما معروف مصدر واضافة ان النيابة العامة تتولى التحقيق في البلاغات المذكورة معا تمتع المشتبه بهم بكافة الحقوق المنصوص عليها في الغانون واحتجزت السلطات امس الاربعاء مغرر لجنة ازالة التمكين وجدي صالح وامينها العامة الطيب مصطفى واضافة الى رئيس مجلس الوزراء السابق الامينة العام لحزب المؤتمر السوداني خالد عمر يوسف اجراءات قانونية واوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لانه غير مخول بالحديث للاجهزة العلامية ان ما حدث اجراءة قانونية تعلق بتهم ذات صلة بتبديد الاموال العامة وسوء ادارتها خلال فترة عمل المتهمين في اللجنة التي تتم مراجعتها من قبل لجنة مراجعة تضم ممثلين من النيابة ووزارة العدل وديوان المراجعة العام بموجب غرار اصدره رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان كوالليكن اللجنة مكونة من النيابة العامة ووزارة العدل وديوان المراجعة العام دلقوا شنو؟ وكان مغرر لجنة المراجعة ووكيل وزارة المالية عبدالله ابراهيم اتهم في مؤتمر صحفي الاسبوع الماضي في مؤتمر صحفي عمل ووكيل وزارة المالية ده مسبت وموجد وقاعد يا وجدي الوكيل بتاع المالية اتهمكم بشنو؟ قال لجنة ازالة التمكن بسوق ادارة المال العام وتبديده عبر تعيينها مديرين لشركات مستردة من منسوبين النظام السابق من دون اختار المسجل التجاري وموافقته الكلام ده داخل فهو مبارك اردول يعني حس انت مبارك اردول عبدالله سليمان عمل فيديو شهادة ضدك قال انت عينت اخوك مدير شركة بتاعة جمعية القرآن الكريم بتاعة الدهب يا ما حتمشوا مني وين انتو؟ ماذا كلام قلتوه؟ بس انتو دارين توقع اطارتك ووعد في السلطة سايا وودي اشرف من مشى على القدمين مشى على قدمين؟ ده وكيل وزارة المالية اتهمك في مؤتمر صحفي اسمه عبدالله ابراهيم في مؤتمر صحفي الاسبوع الماضي لجنة ازالة التمكن بسوق ادارة المال العام وتبديده عبر تعيينها مديرين لشركات مستردة ده التهمة الاولى دون اختار المسجل التجاري يعني قاعدين هم مسجلين النازل كما صرفت عائدات ارباح هذه الشركات على عمل اللجنة المجمدة الشركات اللي استردوها من النظام السابق ووكيل وزارة المالية لقى ناس وجدي شالوا الارباح حقتها عينوا فيها ناس اول حاجة بدون ما يرجعوا للمسجل التجاري وشغلوا الشركات وصرفوا ارباحة على اعضاء اللجنة المجمدة اضافة الى اضافة الى كما صرفت عائدات ارباح هذه الشركات على عمل اللجنة المجمدة اضافة لتصرفها في قيمة قيمة ايجار لا هذا تهم عجيبة الفنادق والعقارات المستردة والله ده كلام عجيب واشار مقرر لجنة المراجعة الى مراجعتهم اربع وعشرين من اصل تسعة وتمانين شركة مستردة وجدت فيها الف واربعمية خمسة وخمسين سيارة محجوزة بمغار الشركات ومية اربع وعشرين سيارة محجوزة بمغار لجنة ازالة التمكين في حين فغدت ستة وثلاثين سيارة يجري البحث عنها اضافة الى نحو تلتمية وسبعين الف دولار منها مية واحدة وثلاثين الف دولار وسبائك ذهب وتلتمية جرام من الذهب وجدت بمنزل احد اعضاء لجنة ازالة التمكين تطيروا منه اين انتوا فكيف النايب العام رفع حظرك يا وجدي انت معارض سياسي وبتطلع في غنات مية وستة بتقول انا والله والحزب الشيوعي حنسقط الحكومة الانقلابية علنا خلوك تطلع بالمطار تطلع تعمل لي فاسوري بتدع وانا غايد الحيرات في الشارع وانا حنقودل انت يا وجدي يا لجان مقاومة انا بس دار اوريكم حاجة بس يعني اخر مرة انا حنصحكم انتوا اركبوا راسكم امشوا قدموا اولادكم وقدموا ارواحكم وانا معا وجدي والاجنة التمكين والميتين والغيامة مية خمسة وعشرين شهيد اربعة الف وسبعمية مصاب كويس دل كلهم في القدمتون وحسيح هم مقاعدين واجدي بطلع بالمطار انت امش اسي دي اسمك يا اخي حزروا تسعين في المية من الشعب السودان ما يسافر واجدي طلعها عادي عادي بعد الكل الجرائم دي والكلام ده مكتوب في الاعلام ومؤتمر صحفي عملته وزارة المالية مسبت وموسق ومسبت والله الا الطيروة وزارة المالية ولم يستبعد مصدر القانون المطلع النيابة العامة بالخرطوم ان يتم اتهام الموقفين من قيادات اللجنة بتهم تتعلق بحيازة الاسلحة والزخائر شفنا واحد من الناس اللجنة مصور بكلاش وقال الجزيرة نته هم موقفون بحكم مسؤوليتهم عن اموال اللجنة ومقراتها التي وجدت فيها اسلحة وزخائر وهي جريمة يعاقب عليها الغانون وفي المقابل وصف معيس حضر الاجراء ضد اعداء اللجنة بانها كيدية كاشفا عن تقدمها بطلب الى النيابة لشطب الدعوة في مواجهة الموقفين وقال تقدمنا امس لشطب البلاغ الكيدي وان هذه عودة كاملة لسياسات نظام البشير طبعا كلام عاطفي زول لقوه عنده تلتمائية وسبعين الفي دولار سألوه جيبتها من وين زول لقوه عامل الشركات بتاعت البشير مستردى وزع فيها ناس بدون ما يرجع للمسجل التجاري زول لقوه الارباح بتاعت الشركات دي والمؤسسات حتى حساب البشير اللي اتكلم عنه محمد الفكيو وجي اللي هو كل شهر البشير بيجنب عشرين مليون دولار سألتهم سألتهم أدونا الرغم الحساب ده طيب ورونه بصرفه وين أصرفوها على المرضى على المساكين ما جابه جاء معيز حضرة قال دي بلاغات كيدية مسجل عاملة موظف دولة يا معيز حضرة عاملة موظف دولة وكيل وزارة المالية كان في مؤتمر صحفي بتاهم فيها اللجنة تطلع تقول بلاغات كيدية وإحنا طالبنا بيشطبك بلاغ حس يا أنا سألتك يا ودي النايب العام رفع منك الحظر ليه بس يا أبي أبي بس النايب العام رفع الحظر ليه أنا ما شاءالك زوجتيها صرفها إحنا والله زوجتك ما عندنا معاهم مشكلة بس سألناك النايب العام رفع الحظر ليه كيف البلاغات دي الشطبات 95 بلاغ فيه 206 متهم فيه 83 شركة منها شركة ميكل كنت زمان أنت مستشار الغانوني طبعا الناس ما عارفه أنه وجدي عنده علاقة بالإسلام قوية لما كان فيه ترافعه عن قتلة السفير جرامفيل القنصل جرامفيل قدم شهادة قال يا أخوان على الشعب السودان أن يقفوا ورى المتهمين أنهم يدافعون عن الإسلام الكلام ده الناس عارفوا حزب البحث عارفين الكلام ده فأنا بس بس ألك يا وجدي سافرت كيف ما عندي لك حاجة تانية ما عند لك حاجة تانية دائر حزب البحث والحزب الشيوع يطلعوا علي بيان حسي بمراكزهم بتاعت الدراسات الاستراتيجية بالمراكز البغر عفيف يا أخي وضع السودان ده ما محتاج أنه الانصراف يطلع يزجيش يخليه يعمل بيان صورة وصوته يخليه يعمل بيان وبعدين ينفيه فيه ثلاثة يوم 20 دقيقة 20 دقيقة انتهى البغر عفيف عندك مراكز بتكتب كتب الحزب الشيوع عنده مراكز الحزب البحث عنده مراكز الوضع الامني في السودان ده دارينا نصرف معه كيف ما رؤيتكم أيها السياسين واجدي رأيك شنو انت مسافر والوضع الامني السائل ده ممكن ما تجي راجع السودان الحكومة فقتك كيف ممكن تقود عمل مسلح ممكن تمشي القطر بتاعك العراق تجيب لك سلاح ممكن تجيب حركات مسلحة سمحولك تسافر كيف وانت بتعلن علنا انك حصجت الحكومة بتاعة البرهان اللي هو الجيش شو بتاعت حمادتي بس سمحولك كيف سمحولك كيف ان شاء الله بس الناس الفي الشارع يستوعبوا الدرس ده ويفهموا امشي تانو اطلعو وامشي احنا ورا ودي وإحنا غيادتنا واحدة يا اخي حزب البحث ده عجيب عنده الناطق باسم غاضبون حركة ثورية سرية ده لنا اللي بفهمه ده على الاختيب غاضبون المفروض أنا ما عارف عضاء منه فعملوا عالم وطلعوا عنده الناطق رسمي ناطق رسمي معروف بيته هو منه معروف اسمه منه في الكلاب هاوس حايم في كده حتى في واحد كاتب يعني ده ناطقنا الرسمي السيزول لو جابوه ناس الفيدرالية والي جهاز الأمن قالوا لا اطفر ما بجيبكم كلكم أنا ما بعرف حاجة زي دي أنا ما بعرف عمل سوري شكله كده أنا ما بعرف والله ده لفي حزب البحث واحد معزبني في الرسائل شابكني يا وتكوسر احنا عرفناك يا وتكوسر احنا والله ما حنخليك قلت له والله أنا ما هو وتكوسر وتكوسر ده يا أخي البوشي قاعد في مصر وعنده حسابين وأكتب بس وتكوسر في الفيسبوك بيجيك يعني وبيرود عليك هو ذول ردد فأنا ما هو وتكوسر يا أخي يا شيخ نخصم بالله العظيم أنا ما عندي علاقة بحزب البحث ولا عندي علاقة بكوسر ولا ولا ده زاد ده الناس حزب البحث وده آخر مرة عشان ما تعزبني في الرسائل أسمع أنا لاوت كوسر وكوسر ذاته ما بتجيبه ازاي انتهينا مع احترامنا لي كوسر وربنا يواليها بالعافية أخونا البوشي كان قبل فترة كاتب لابوس إنها أم معيانة وكده يعني ربنا يواليها بالعافية وبعدية إنه أم معيانة وكده بيقول إنه ندعم هشام عباس في المعتقل وكده رغم إنه ظروفه وكده فلازم يدينا بكائية طبعا ويزلك كده أنا رغم إنه معيانة لكن إحنا حنقف مع ما دايما تعمل كده بوشي ما طوالي وأكتب إنه أطلق صراح هشام وخلاص قصتك تاني أكتب في بوست تاني يعني فما تعزبني بتاع ده يزيب ما بيشبه الانصرافي ولا غيادته ولا كوادر وقعلك لا أنا ود كوسر ولا كوسر بتجيب ود زي اتفقنا وانتهينا يهو ده يهو ده ودي بتاعهم ولا سيد بيه إشطاء ولا ولا البوشي ده 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 حزب البحس يعني حزب البحس في مية وستة بتقعد غيادات وبتقول إحنا نعمل مع الشارع على إسقاط النظام غانا مية وستة حققت الدولة في وجود الدولة محروسة بتالتشارات الدولة بيقول إحنا حنسجط الدولة والدولة مخلياهم وقع ليك يا سائر في الشارع وقع حلو تكلمنا عن الناطق الرسم باسم القوات المسلحة وانتوا شايفين الكبكب اللي بعملوا فيها مفروض تقول ليش شكرا لك يا صرفة والله يا أخي يعني حركتهم وخليتهم يعني حتى لو مختلف معايا في الرأي ولا متفج يعني بيقولوا في بيانات حلو لا يا بل الناطق الرسمي ده قال له خطاب في دقيقتين أنا يعني ممكن نسمع وممكن يعني ممكن نسمع لكن أنا حشغل لك من غناء رسمية لأنه بجيت أخاف من الناس دي نازل بيقول خوفوني يا بيبي معلوماتية ف إحنا حنشغلوا من غناء معروفة عشان أن الناطق الرسمي ما يجي يقولوا وجهات والبعض والغيره عشان أسمع دي غنات شنو سكاي نيوز بتعرفوها عملت لغاء مع صحفي معروف دماءنا ربما فيما يتعلق بالتحديات والتراشقات الإعلامية ما بين مجلس السيادة ونائبه أو رئيس مجلس السيادة ونائبه كما تبعناها وتبعات ذلك أو مخاوف من تبعات ذلك على مسار التيار أو المسار السياسي بشكل عام إلى أي مدى هذه التطمينات يمكن أن تطمئن كل الأطراف المنخرطة في الشأن السوداني حاليا عادية في بيوت المواطنين كان ذلك الخطاب فيه درجة من المواجهة السياسية خارج السياق الرسمي لكن الآن الشكل يبدو مقبول بمعنى أنه يعبر فعلا عن مؤسسة تتحدث بصورة حقيقية وصورة جادة لكن المضمون المضمون مرة أخرى هو أشار إلى الجهات التي تزايد في هذه القضية والإشارة واضحة جدا لقائد قوات الدعم السريع وشقيقه نائبه في القوات الذين تصرحوا خلال الأيام القليلة الماضية استخدموا عبارات دايرجة في توصيف الطرف الآخر قائد الدعم السريع قال وصف الطرف الآخر بأنهم مكنكشين وهي عبارة سودانية تعني متمسكين بالسلطة وشقيقه تحدث عن ضرورة تسليم السلطة دون لف أو دوران هذه يبدو أن هذه هي المزايدة المقصودة الآن في بيان القوات المسلحة لكن الرد عليها الآن بس أنا دائر عثمان مرغاني يقول شنو عثمان مرغاني قال البيان بتاع الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة مقصود به حمدتي وأخوه اللي استخدموا عبارات دارية في الأيام الفاتت كانوا قصدين بيها كويس الغيادة بتاعت الجيش قصدين البرهان قال إنهم مكنكشين في السلطة وقال إنهم مادرين يفكوا السلطة لمدنيين تمام دا ما قلته أنا عشان ما يطلع العميد الليل اكتشفت إنه عميد دكتور نبيل ناطق رسمي باسم قوات المسلح فدي الحاجة اللي بتهمنا في الخطاب في اللقاء دا ذاته قال إنه في اجتماع يجري الآن بين حمدتي والبرهان طيب حلو يا باسمان مرغني وإعلام ويد الدنيا أول سؤال حمدتي والبرهان مشكلتهم شنو يعني المشكلة حقتهم شنو يعني إحنا كأربعين مليون كأسر قدمت شهد وتضحيات كمستثمرين كطلاب كناس دارين يتزوجوا كناس ولدوهم كأطفال كمدارس كاغتصاد كثروة كأمن كدولة كل واقف لأنه في خلاف بين البرهان وحمدتي أساسا ليه في خلاف بين البرهان وحمدتي أساسا ليه يعني الليلة الإمارات تدخلت في معالجة فتيلة الأزمة الإمارات تدخل ليه المشكلة بين البرهان وحمدتي هي شنو أصلا ما كان في مشكلة أساسا المشكلة بيننا وبين نظام البشير وبيننا وبين أعوان نظام البشير بيننا وبين الأجهزة الأمنية بتاعت نظام البشير بيننا وبين سياسات بيننا وبين الإخوان المسلمين بيننا وبين الكيزان وعملنا ثورة حاضروا قدمنا فيها ما قدمنا وكنا متفقين إنه التغيير يجي حتى الجيل التاني من الكيزان طلعوا معاكم في الشارع حتى أولاد الكيزان اتضربوا رصاص كانوا شايفين سياسات أبهاتهم غلط الناس كلها متفقة إنه البشير يسقط نظام يسقط هنجيب عشر حاجات اتفقنا عليها وانا خلاص انتهى الموضوع قاموا جون الأمريكان عبر وسائطهم ومنظماتهم وكوادرهم وأحزابهم واجهزتهم الإعلامية ومراكزهم بتاعت الدراسات غير وغير وقالوا لنا نعمل انتغالية نعمل حكومة انتغالية نعمل حكومة انتغالية لشنو؟ والله يا أخي عشان نوفق الأوضاع ونجهز روحنا حلو ده كلام جميل الزولة الليلة قال كلام عجيب في حتة مهمة الناطق الرسمي قال قال نقطة مهمة محتاجين لنا سمعها مناصرة لكم المسلحة ظلت قواتكم المسلحة منذ ما يقارب القرن من الزمان متلاحمة مع شعبها مناصرة لقضاياه حامية لأرضه وعرضه وسمائه وبحره ومدافعة عن وحدته وأمنه منتاز تشكلت هذه القوات وتكونت واستمدت قوتها وشرعيتها من صوت وهتاف الشعب شعب واحد جيش واحد تؤكد قواتكم المسلحة وقيامها دي 34 ثانية من خطاب مدة دقيقتين واربع ثواني بتكلم لينا عن تاريخ القوات المسلحة تفضل يا بول بول واصل غرد التزامها التام بمجريات العملية السياسية الجارية والتقيض الصارم والتام بما تم التوافق عليه في الاتفاق الإطاري الذي يبضي إلى توحيد المنظومة العسكرية ترجمة نانسي قنقر